فاطمة صلوات الله عليها إذا ما نظرنا إلى الأحاديث التي بين أيدينا والتي تخبرنا عن الكتابات التكوينية وحيث أن الله سبحانه وتعالى كتب الأسماء الشريفة في كل طبقات هذا الوجود الروايات ما حدثتنا عن كل شيء وإنما الخطاب خطاب مداراتي بحدود عقول المتلقين ومع ذلك فإن الأحاديث واضحة جدا في أن الأسماء الشريفة التي كتبت على العرش كتبت على الجنان كتبت على كل آفاق الوجود الشيء الواضح في هذه الروايات أن التسلسل هكذا يكون محمد علي فاطمة حسن حسين وهذا هو التسلسل الذي نعرفه حينما نتحدث عن أصحاب الكساء وحينما نتحدث عن سلسلة المعصومين فإن التسلسل هكذا محمد علي فاطمة حسن حسين إلى القائم صلوات الله وسلامه عليه قد يقول قائل هذا التسلسل تسلسل تأريخي لأن القائم هو الأفضل من بين التسعة من عترة الحسين صلوات الله وسلامه عليه أنا أتحدث بملاحظتي ذكر سلسلة الأئمة من أصحاب الكساء فهذه سلسلة قائمة بذاتها وهناك سلسلة الأئمة الأربعة عشر هذه سلسلة قائمة بذاتها فهذا الترتيب إذا كانت هناك من حيثية تأريخية قد نظر إليها لكننا إذا نظرنا إلى تعدد السلاسل فهذا يكشف عن أن النظر الأول في ترتيب هذه السلاسل هو نظر إلى المرتبة إلى المنزلة خصوصاً إذا نظرنا إلى الأحاديث التي أخبرتنا عن الكتابات التكوينية لهذه الأسماء الشريفة في كل آفاق الوجود أنا لا أريد أن أجعل هذا دليلاً كاملاً وقطعياً إنما هذا بيان يمثل جانباً من الحقيقة الواضحة في كل المعطيات في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بتفهيمهم قرآنهم واضح في سورة البينة وذلك دين القيمة الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا هو دين الله وجاء وصفه في الآية نفسها وذلك دين القيمة دين القيمة ليس محصوراً بزمان وليس محصوراً بمكان هي قيمة الدين منذ زمان أبينا آدم وقبل أبينا آدم فالدين هو دين الله ودين الله ليس له من زمان وليس له من مكان وليس له من تحديد في مجموعة أشخاص الدين أبوابه مفتوحة للجميع لكن القيمة واحدة هي فاطمة قرآن صريح وذلك دين القيمة إذا أردتم أن تقولوا من أنها ليست فاطمة فمن هي وذلك دين القيمة هذا المصحف هذا القرآن المدون من أوله إلى آخره فتشوه فتشوه عن وصف الدين هذا القرآن ورد فيه من أن الدين دين الله ومن أن الدين دين الحق ومن أن الدين دين القيمة ولن تجد وصفا آخر إلا ما جاء في سورة يوسف عن دين الملك وهذا خارج عن موضوعنا جاء في سورة يوسف دين الملك وهذا خارج عن حديثنا الذي يرتبط بحديثنا ما جاء من ذكر في الكتاب من أوله إلى آخره في الكتاب الكريم دين الله دين الحق دين القيمة أما دين الله فالكلام واضح دين الحق الحق في الكتاب الكريم عنوان لعلي وعلي هو الحق والحق هو علي ولا شيء وراء ذلك مثلما الصراط المستقيم هو اسم حقيقي لعلي الحق هو اسم حقيقي لعلي فدين الله هو دين علي وهو دين فاطمة الحق هو مضمون الدين والقيمة هي المشرفة المتولية لأمر الدين وأهله لن تجد غير هذه العناوين في الكتاب الكريم من أوله إلى آخره دين الله دين الحق دين القيمة دين الله واضح التعبير دين الحق بحسب تفسيرهم لقرآنهم هكذا بايعنا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير منهم ألا لعنة على تفسير نواصبي سقيفة بني ساعدة ألا لعنة 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 على تفسير نواصبي سقيفة بني نجف نأخذ التفسير من علي من علي من علي فقط هكذا بايعنا في بيعة الغدير دين الله التعبير واضح دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله دين الحق الحق علي ودين محمد هو دين الولاية فآية الغدير واضحة في أن الدين هو دين الغدير هو دين الولاية وإن لم تفعل فما بلغت رسالة فالرسالة رسالة الغدير رسالة الولاية هذا واضح من الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالة فالحق علي ودين الحق الحق هو مضمون الدين ودين القيمة القيمة هي سيدة الدين لهذا عبر رسول الله عنها من أنها أم أبيها أم أبيها لأنها القيمة على الدين في زمان أبيها أيضا هي القيمة على الدين على طول الخط من هنا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ما كان خارج المدينة ودخل إليها فإن أول شخص يذهب إلى زيارته وتجديد العهد به فاطمة وحينما يكون خارجا من المدينة فإن آخر شخص يودعه محمد صلى الله عليه وآله فاطمة هذه التصرفات من محمد صلى الله عليه وآله لم تكن لأمر أسري عاطفي القضية دقيقة عميقة جدا لأنها هي القيمة ما هو هذا التعبير واضح الله يقول وذلك دين القيمة وهذا القرآن بين أيديكم افحصوه من أوله إلى آخره لن تجدوا إلا هذه التعابير دين الله دين الحق دين القيم المضمون واحد في جوهره لكننا إذا أردنا أن ندقق في التفاصيل فإن القيمة هي المشرفة على الدين من هنا فهي إمام الأئمة من بعد محمد وعلي إمام للأئمة من أبنائها من الحسن المشتبى إلى القائم المهدي صلوات الله عليه هذا هذا هو الإرشاد للمفيد الكتاب المعروف وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير الطبعة الأولى ألف وأربعمية وثمانية وعشرين هجري قمري قموا المقدسة صفحة ثلاثمية وسبعة وثلاثين من وقائع كربلاء سيد الشهداء يقول لعقيلة بني هاشم الواقعة معروفة حينما سمعته يقول يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل إلى آخر أبياته فكان الذي كان من العقيلة الهاشمية أن خنقتها العبرة إلى بقية التفاصيل من جملة ما قاله سيد الشهداء للعقيلة الهاشمية وهو يسكن ألمها أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني ولكل مسلم برسول الله أسوة كلام الحسين واضح جدا أبي خير مني إنه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كان يركب الحسن والحسين على منكبيه ويقول نعم الراكبان هما وأبوهما خير منهما المنطق منطق واحد فالحسين هو الذي يقول للحوراء زينب أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني في التوقعات الشريفة وأنا أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار لشيخنا المجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 179 رسالتهم طويلة هذه المطالب تحدثت عنها بالتفصيل في برامج السابقة وكل البرامج تتوفر على الشبكة العنكبوتية الإمام يتحدث عن إمامته ويتحدث عن جعفر الكذاب الذي ادعى الإمامة كذباً وزوراً وظلماً وافتراءاً ثم ماذا يقول صاحب الزمان صفحة 180 وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة مثلما أنكروا إمامتها فهؤلاء ينكرون إمامتي وحتى إذا لم تقبلوا بهذا الكلام فإنه جعل الصديقة الكبرى أسوة له إمام معصوم هل يمكن أن يجعل شخصاً دونه في المرتبة أسوة له هل هذا الكلام منطقي إنما جعل فاطمة أسوة له لأنها إمام ولأنها حجة عليه ولأنها أفضل من رتبة من حيثية من الحيثيات مثل ما قال الحسين للعقيلة زينب من أن أمي خير مني هذا منطق صاحب الزمان وفي ابنة رسول الله لي أسوة حسنة يا زهراء يا زهراء حتى الذين نحسن الظن بهم كالإحساء يسيء إليك ما الذي نفعله يا زهراء ما الذي نفعله وفي ابنة رسول الله هذا منطق صاحب الزمان هذا منطق إمامنا وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة الرسالة تتحدث عن الإمامة فهي أسوة له في الإمامة هكذا تحدث إمام زماننا عن موضوع إمامته ولولا ما عندنا من محبة صلاحكم ورحمتكم والإشفاق عليكم لكن عن مخاطبتكم في شغل مما قد امتحن من منازعة الظالم ينازعه في الإمامة من منازعة الظالم العتل الضال المتابع في غيه المضاد لربه المدعي ما ليس له يدعي الإمامة إنه الكذاب جعفار الجاحدي حق من افترض الله طاعته الظالم الغاصب وفي ابنة رسول الله لأسوة حسنة هذه أسوة في الإمامة أسوة في الحجية واضحة لكنني ماذا أصنع لهؤلاء المرجئة الأوباش الضالين ماذا نصنع له ماذا نصنع له يا زهراء يا لك بيدي شيئاً أستطيع أن أفعله ما عندي إلا الكلام ما عندي إلا الكلام هذا هذا كل ما عندي يا أم الحسن والحسين نذهب إلى فاصل الصديقة الكبرى في خطبتها المعروفة أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة من الموسوعة الحديثية الكبيرة العوالم عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني رحمة الله عليه إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة ستمية وستين لأن الجزء الثاني في ترقيم صفحاته ملحق بالجزء الأول من عوالم فاطمة في سياق خطبتها وطاعتنا نظاماً للملة وجعل طاعتنا لأنها ذكرت هذا في أول الكلام فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك وبعد ذلك وطاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا أماناً للفرقة طاعتنا هي تتحدث عن محمد وآل محمد من أولهم إلى آخرهم فهل تستطيعون إخراجها هي تقول وطاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا وإمامتنا أماناً للفرقة تتحدث عن طاعة وعن إمامة إذا ما جمعنا بين هذا وبين ما جاء في سورة البينة وذلك دين القيمة هي الوحيدة التي وصفت من بينهم بهذا الوصف والله نسب الدين إليها هذا يعني أنها سر النظم لأنها هي الوحيدة في الكتاب الكريم التي وصفت بهذا الوصف ونسب الدين إليها وذلك دين القيمة فهي سر النظم في برنامج طاعتهم وإمامتهم من هنا جاء الحديث ينقله الناصبي وغير الناصبي ينقله الشيعي وغير الشيعي من أن رضا فاطمة رضا الله ومن أن غضبها غضب الله يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها ما هذا الكلام ينطبق على رسول الله أيضا وينطبق على أمير المؤمنين وينطبق عليهم جميعا يرضى الله يرضى الله لرضا رسول الله لرضا محمد وآل محمد جميعا ويغضب لغضبهم لكن لماذا هذا التمييس لماذا هذا التشخيص لماذا هذا الترسيخ بحيث أن النواصب ينقلون هذا الكلام في كتبهم والشيعة كذلك ينقلون هذا الكلام في كتبهم الجميع يتحدثون بهذا المضمون لماذا لأنها القيمة والقيمة تكون ميزانا للرضا وللغضب هي قيمة من قبل الله ستكون ميزانا من قبل الله للرضا وللغضب ولذا فإن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها لأنها قيمة من قبله إذا جمعنا هذا المضمون مع ما جاء في خطبتها وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة هي سر النظم في برنامج طاعة وفي برنامج الإمامة لمحمد وآل محمد من هنا كان محمد صلى الله عليه وآله ينتظم في برنامجه في برنامجه معها فيقف على باب بيتها مستأذنا إن أذنت له دخل وإن لم تأذن له لم يدخل إن جاء إلى المدينة قادما من خارجها ذهب إليها مباشرة وإن خرج من المدينة راحلا عنها خرج منها مباشرة إلى بقية التفاصيل النبي محمد صلى الله عليه وآله أفعاله ما هي بأفعال عادية خصوصا إذا كانت هذه الأفعال في شأن فاطمة في شأن أهل بيته في شأن الصديقة الكبرى وخصوصا إذا كانت تتكرر بشكل منتظم بمرأ ومسمع من المسلمين ليس في داخل البيت فيما بينه وبينها هذه التصرفات كان يتصرفها بمرأ ومسمع من الأمة إنه يريد أن يوصل رسائل إلينا فهذه فاطمة هي أسهس النظم في برنامج الطاعة وفي برنامج الإمامة مثل ما تقول وطاعتنا نظاماً للملة وإمامتنا أماناً للفرقة كلمة إمامنا الحسن العسكري تلخص كل هذا حين يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه نحن حجج الله على الخلق إنه يتحدث عن الأمة من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد سيتضح هذا من حديثه نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة أمنا حجة علينا فإمامنا يتحدث عن الأمة من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد محمد وعلي وفاطمة أئمة الأئمة فاطمة إمام الأئمة من بعد محمد وعلي إنها إمام الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم كما يقول إمامنا الحسن العسكري نحن حجج الله على الخلائق وفاطمة وفاطمة أمنا حجة علينا وحتى لو أعرضنا عن كل هذه التفاصيل مع أنني أوجدت الكلام إذا تريدون الاستزادة والاستفادة فعودوا إلى برامج التي فصلت فيها القول في هذه المسألة حتى لو لم نكن على الطلاع على التفاصيل التي ذكرتها وما عندنا إلا مفاتيح الجنان هذا هو مفاتيح الجنان المتوفر في بيوتكم حديث الكساء موجود في مفاتيح الجنان حينما سأل جبرايل عن الذين تحت الكساء سأل الله سبحانه وتعالى فماذا أجابه الله فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها دققوا دققوا في حديث العترة الطاهرة الله سبحانه وتعالى ما قال هم أهل بيت النبي ويمكن أن يجتمل هذا التوصيف على المعنى المطلوب لكنه ليس دقيقا قال هم أهل بيت النبوة هم ليس أهلا لبيت النبي هم أهل بيت النبوة هم كلهم تتجلى حقيقة النبوة فيهم ولكن كل بحسب زمانه كل بحسب مقامه هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة من هم هؤلاء هم فاطمة وأبوها نسب إليها وبعلها عليها نسب إليها وبنوها حسناها نسب إليها هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها إنها أساس النظم أساس النظم وطاعتنا نظاما للملة طاعة فاطمة وذلك دين القيمة فما هذا الهراء يا أيها الإحسائي ما هذا الهراء ما هذا الضلال يا أيها الإحسائي حتى الذين نحسن الظن بهم هذا هو حاله ما الذي فعلته فاطمة مع هذه الأمة حتى تكون الأمة هكذا مع فاطمة ما الذي فعلته فاطمة زيارتها واضحة 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 وحق جبين قائم أهل محمد زيارتها واضحة واضحة وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما هي سيدة النظم هي القيمة القيمة على الدين ذاك يقول خرجت عن حدود الأهتاب وذك الثاني يقول من أنها فشلت فاشلة بسبب ذكاء أبي بكر رضي الله عنه وذك يقول اللي قتلوها مونة واصب وحتى هذا الإحساء ينتقص من فاطمة ما الذي فعلته فاطمة معكم هذا هو الفكر المرجئي القذر فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لماذا يا زهراء لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك من دونك نحن أنجاز أنجاز وهذا الفكر المرجئي فكر نجس قذر لقد نجسوا به عقولنا ونجسوا به قلوبنا ونجسوا به ضمائرنا هؤلاء الغبران غبران حوزة النجل فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء يا زهراء يا زهراء نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر